لم يحد انهار وقف اطلاق النار في سوريا من حركة الأخضر الإبراهيم المكوكية التي تهدف إلى انهاء الأزمة في سوريا المبعوث الأممي والعربي المشترك حتى في العاصمة الصينية بكين بعد أن عرج على العاصمة الروسية موسكو الإبراهيم التقى وزير الخارجية الصيني يانج جيشي الذي لم يجد سوى الترحيب بالجهود التي يبذلها الإبراهيم لمواجهة دوامة العنف في سوريا وكان الإبراهيم قد وصف الوضع هناك بأنه يسير من سيء إلى أسوأ معبرا عن خيبة أمله لفشل الهدنة التي دعا إليها خلال أيام عيد الأطحى الأربعة وأعلن بلا تردد أن سوريا تشهد حربا أهلية بعد الإشارة إلى امرأة سوريا يحارب ابناها كل مع أحد طرفي النزاع وكانت بكين نفت أنها تتخذ موقفا مؤيدا لنظام الرئيس السوري بشار الأسد وليست ضد المعارضة مؤكدة أنها تنشط من أجل حل مقبول من كافة الأطراف من جانب آخر تتهم الدول الغربية بكين بتقويد أي حل سياسي لهذا النزاع وكانت روسيا والصين استخدمت حق النقد الفيتو لوقف مشاريع قرارات تهدد بتحرك ضد نظام الرئيس السوري اشتركوا في القناة